السيدة أمو أحمد من القاهرة تفضل لكن فيه وقت فراغ أنا أم ربث بناتي والحمد لله كل واحدة تبقى تعتمد على نفسها شغلي سنهم كم؟ أنت ما ذكرتش الاسم فتخافيش مش حدش عارف السنة كم لكن أنت أنا ثانية واربعين سنة الشغل عندي عشان أنا كنت مسافرة فالشغل دوت بيتعامل مع الشباب اللي هو اللي بيستخدم الـ IT فبقيت مجنبة فعندي وقت كبير جدا في الشغل أقول لحضرتك شوية حاجات أقول لحضرتك ثلاث حاجات تعمليهم دلوقتي أول حاجة لازم تعرفي أنت إيه أكتر حاجة أنت بارعة فيها يعني مثلا أنت ممكن تكوني بارعة في الكتابة ممكن تكوني بارعة في الرسم ممكن تكوني بارعة في التلخيص ممكن تكوني بارعة في كتابة الملخصات والتقارير فلازم توصلي لأن قيمة المرء بما يحسنه لما حضرت النبي قال إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه فلازم تشوفي أنت بتحسني إيه فالحاجة اللي بتحسنيها دي حاول تنميها وتعملي شوية حيات كتيرة مختلفة يعني مثلا على سبيل المثال أنت لو بارعة في التلخيص وأنا حاس أن أنت بارعة في التلخيص هتعملي إيه؟ تبتدي تقرأ كتب كبيرة وتعملها الملخصات وفي ناس كتيرة جدا جدا بتشتغل دلوقتي وتطبع الملخصات دي الناس ما بقاش عندها طاقطان إن هي بتعمل إيه؟ تقرأ كتب كبيرة فعملي ملخصات وحاولي تنشر الملخصات دي بس الكتب محورية في حياة الناس مثلا أو كنت مثلا بتقدر تدريسي للناس بعض الأمور تقدر تدريسي تجويد أنت بتقول يا حافظ القرآن فلو بتقدر تدريسي تجويد تدريسي للناس تجويد أنت لو بتقدري كمان تتعلم العلم الشرعي إشغيل نفسك بتعلم العلم الشرع أو إشغيل نفسك بإنك أنت تنمي نفسك في الحاجة اللي أنت قلت إن أنت تجنبتيها روح تعلمي مهارات مهمة في شغلك يبقى أول حاجة اتعلمي الحاجات اللي أنت بتحبيها نميها واستثمريها وطلعي منها منتجات على طول كده الآن على طول حاجة تانية نمي قدراتك ما تستسلميش في شغلك لو بيشتغل بالـ IT على طول أنت حاول تنمي نفسك ويعملين زي ما بيقولوا كده في المتوشة ارجعي تاني ما تنهزميش ارجعي وبسرعة وحاول تدربي نفسك في الأمر ده حاجة تالتة وهي المهمة هو أن أنت تخلي في حياتك شوية حاجات جديدة ما كنتش بتعمليها حاول تحس إن حياتك نعمة مش حياتك ماشية بتهقل الأيام والليالي اللي عدت وعشان كده اعتبر إن كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيقول جديد ده نعمة جديدة اعملي أنشطة جديدة مع أولادك خلي أولادك أهم مصدر من مصادر تجديد حياتك لسه هم في سن مناسب شاركيهم الحاجات دي أنا معرفش حد شارك أولاده وشاركة حققية في عيشتهم وخاصة لو كانوا شباب إلا وربنا سبحانه وتعالى خلاه يسترد حب الحياة ويحصل له حالة من حالات تجديدة واسترداد الشباب يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن موضوع أنا ما أظنش إن أنا هسيبه وأتكلم عنه مرة واحدة بس لإن إحنا محتاجين نتكلم عنه زيادة شوي زيادة شوي ليه؟ عشان أنا أقول لكم حاجة أنا أكتر ظاهرة مش قادر أحبها دلوقتي هي شيخوخة الشباب تظهر شيخوخة الشباب في كسرة الأمراض والاضطرابات النفسية في كسرة الواجعة في كسرة إن خلاص حياتي معرفش إيه فلذلك إحنا نستمر نستمر لغاية ما المجتمع كله يحس إن هو شباب نستمر لغاية ما كلنا نحس إن نعمة ربنا مدامة سرية فينا فهي سرية بالمدد سرية بالخير سرية بالنور